أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وفي حادثة مؤلمة رأينا وتابعنا بالأمس عملية إرهابية جبانة استهدفت قوات تابعة للانتقال الجنوبي في منطقة موديا بمحافظة أبيان تبناها تنظيم القاعدة وأودت بأكثر من 16 مجند وجرح 18 آخرين كانوا يتوجدون في إطار مدرسة أو مؤخرة للواء أحد الألوية للواء الثالث دعم إسناد وبسيارة فخخة قادها انتحاري وأدت إلى سقوط الشهداء والجرح نحن في يمن شباب وفي البرنامج أيضا ندين هذه الحادثة الإرهابية وندين كل الإرهاب ونتضامن مع الضحايا مع الجنود هؤلاء المساكين وهم من صغر السن والمجندين الذين يذهبون عادة في العادة في كل العميلة الإرهابية ضحايا لمثل هكذا إجرام وإرهاب بطبيعة الحال في يمن شباب وندين والقيادة السياسية للبلاد أدانت بداءا من الرئاسة بمجلسة الوزراء بأعظم مجلسة الكهدر الرئاسية حتى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أدانت هذا الحادث نستعرض معكم هذه الإدانات وما تحوي أيضا من لغة تعكس ربما تطلعات سياسية للبناء على هذه الحادثة ابتداء من بيان بشأن الهجوم الإرهاب الذي وقع اليوم في محاوطة أبيانت ودين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن بشدة الهجوم الإرهابي المروع في محافظة أبيان والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا نتقدم بتعازين القلبية لأسر الذين فقدوا أو فقدوا حياتهم في هذا الهجوم ندعو بالشفاء العاجل للمصابين نذكر هنا أن الخارجي الأمريكي كانت قد حضرت رعاياها من الذهاب إلى يمن وخاصة إلى أبيان وشبوة وقالت أن هناك عمليات إرهابية قد تحدث وبالتالي فأن هذا أيضا التنديد هو يفهم في هذا الإطار من التحذير الأمريكي عن وقوع عمليات وكان لأمريكا استخباراتها ليتعلم أن هناك عمليات تحبر في المنطقة وفي المحافظة إدانات أخرى رئيس مجلسة القيادة الرئاسي والعليمي قال وأكد الرئيس يحيي أبطال القوات المسلحة في مواجهة تنظيمة إرهابية وفي اتصال مع محافظة أبيان أكد الرئيس أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار مجلسة القيادة الرئاسي والحكومة والقوات المسلحة والأمن وكافة تشكيلة العسكرية على هزيمة تنظيمة الإجرامية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وداعش المتخدمين مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني هذه رواية مجلس الكادر رئاسي في إطار هذه الإدانة ويصنفها في هذا السياق سياق قاعدة داعش حوثي إيران عبدالله العليمي وهو عوض مجلس الكادر رئاسي قال لقد دفعت محاوضة أبيان والمحاوضة الجنوبية الكثير من دماء خيرت أبنائها في معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية التي تمثل للجهة الآخر للإرهاب الحوثي الإيراني فكلاهما أخطر من الآخر ويعملون في تخادم وتنصيق واضح في نفس الرواية الرئاسة تخادم حوثي قاعدة داعش إن العمل الإرهابية التي سادفت صباح اليوم بالعمس يعني أبطال قواتنا المسلحة في اللواء الثالث دام وإزناد وراح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريع لن تكون إلا دافع أكبر لتوحيد الصفوف وتطهير محافظتنا من هذه الآفة التي تدار عن بعد وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والسكين رحم الله الشهداءنا الأبرار والشفاء لجرحانا والنصر كل النصري لكل أبطالنا في معرقة الوطن ضد الإرهاب بكل أشكاله وألوانه إدانة أخرى عبد الرحمن المحرمي أبو زرع مدين بشدة العمل الإرهابية القادرة التي سادفت موقعاً عسكرياً تابعاً للواء الثالث دام وإزناد صباح اليوم بمدينة موديا الشرقي محافظة أبيان وأدت إلى استشهاد عدد من الجنود وجرح آخرين إن هذه الجريمة الشنعات تذكرنا بأن حربنا ضد الإرهاب ليست مجرد مواجهة بل هي معركة مصيرية نتحدى فيها لأخطر التهديدات التي تستهدف وطننا وأمنه واستقراره نؤكد التزامنا بشجاعة وإصرار على مواصلة هذه المعركة المقدسة ضد الإرهاب بمختلف انتماءاته ومسمياته حتى اتتذاثه وتطهير بلادنا من شروره نحيي بإجلال كبير أبطال قواتنا المسلحة والأمن على صمودهم وبسالتهم في مواجهة هذا الخطر الداهم ونعاهدهم بأن تضحياتهم لن تذهب سدى فهم درع الوطن وسياجه الحامي ندعو المجتمع الإقليمي والدولي وهذا مهم إلى تحمل مسؤولياته في دعم قواتنا المسلحة على كافة الأسعدة لتحقيق النصر المطلق في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية التي لا تهدد بلادنا فحسب المنطقة والعالم بشكل عام نترحم على أرواح شهدان الأبطال وندعو الله أن يمن بالشفاء العاجل للجرح الملاحظة هنا أعزاء المشاهدين العليمي الأول والعليمان عبدالله العليمي ورشاد العليمي صنف القضية في إطار معركة ضد الحوثيين وضد إيران لكن لغة المحرمي يريد أن يصورها في إطار معركة دولية أيضاً إقليمية ودولية ضد الإرهاب ويريد القول أننا جزء من هذه المعركة وهي ذات مدلول سياسي سنستعرضه لاحقاً مزيد من الإدانات الحكومة تؤكد أن الهجوم الارهابي في أبيان لن ينال من عزيمة اليمنين في معركتهم لاستعادة الدولة وهزيمة التنظيمات الإجرامية هذه رواية الدولة ضمن الحوثي، إيران وما إلى ذلك أكدت الحكومة اليمنية للهجوم الارهابي الجبان الذي يسده موقعاً عسكرياً للواء الثالث دعم وإسناد بمديرية مهودية المحافظة أبيان وخلف عدداً من الشهداء والجرحى الميامين لن تنال من عزيمة اليمنيين في معركتهم لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة التنظيمات الإجرامية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وداعش المتخادمين مع ميليشي الحوث الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني هذه رواية الحكومة الرسمية أحمد بن مبارك وهليس الحكومة بطبيعة الحال يقول أن معركتنا ضد الإرهاب والإنقلاب مستمرة ولن تتوقف وتضحيات من المتوالية التي يقدمها أبناؤنا وخيرة رجالنا لن تذهب هدرا حتى تحقيق هدفنا الوطني وما حدث من جريمة إرهابية اليوم تدفت قوات اللواء الثالث دام وإسناد وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبطال هي دافع نحو مزيد من توحيد الصفوف للكضاء على الإرهاب والإنقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر للوطن نلاحظ هنا الحكومة الرئيس الحكومة أضب مقلس الكادرئيس الجميع يكرس هذه الرواية في إطار معركة واحدة ضد الإرهاب وضد الحوثي الرئيس الزبيدي تلقى اتصالا هاتفيا من العميد طارق صالح لتعزيته في ضحايا تفجير مودي الإرهابي يعني طارق بالطبيعة الحال هو يعزي عيدروس بإعتبار أن هذه القوات يتتبع عيدروس وهذا أمر وابح تلقى الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المقلس الانتقال الجنوبي القائد العالي القوات المسلحة الجنوبي هذا من موقع الانتقال الجنوبي نائب رئيس مقلس الكادرئيسي ظهر اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مقلس الكادرئيسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح لتعزيته في ضحايا العمل الإرهابي التي استهدفت موقعا للقوات اللواء الثالث دعم إسناد مديرة موديا معوضت أبيان وسقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحة وأعرب العميد طارق صالح في الاتصال عن خالص التعازي والمؤساء للرئيس الزبيدي ولأسر وذوي الشهداء الأبطال من المتسبي القوات المسلحة الجنوبية الذين ارتقت أرواحهم الطائرة في هذه الجريمة الإرهابية الغادرة وتمنياته لجرحة بالشفاء العاجل وقدم الرئيس القائد خالص شكره للعميد طارق صالح عن الاتصال أو على الاكتصال ومبادرته لتقديم التعازي في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الغادر مؤكدا أن مثل هذه العملية الجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة الجنوبية إلا عزيمة وإسرارا على مواصلة جودية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حتى استئصالها من شأفتها هذه أيضا رواية عيد الروس الزبيدي وزيرة الداخلية مليشة الحوثي هي رأس الإرهاب وتمول تنظيم القاعدة ماديا وفنيا هذه رواية الحكومة أو الداخلية ويتجد بأن هذه العمليات هي لخدمة الحوثي قال وزيرة الداخلية اللي وركن إبراهيم حيدان إن العملية الإرهابية الآثمة والمدانة التي استشهد على إثرها 16 فردا وإصابة عدد آخرين من منتسبي الوأثال الدام وإسناد في موديا بمحاوة أبيان لن تزيد أبطال الأجهزة الأمنية وإخوانهم بالقوات المسلحة إلا لحمة وتماسك وإصرارا على استئصال شأفة الإرهاب وتنظيماته بمختلف مسمياتها الحوثية والقاعدية والداعشية وعناصره الماركة عدنان العديني وهو الناطق باسم تجمع اليمن الإصلاح قال مدين بشدة الجريمة الإرهابية النقراء التي سهدفت الوأثال الدام وإسناد في أبيان الشفاء للجرحة كما نؤكد أن على مؤسسة الدولات الرسمية القيم بواجباتها من خلال عمل وفك استراتيجية وطنية شاملة تستوعب كل الجهود وتوحد كل الإمكانات بما يضمن مواجهات شاملة لحوادث الإرهاب وهذا رؤية الإصلاح يريد استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب وليس أحادية ومن الملاحظة عزيزيز المشاهدين وأد قوله من خلال اللغة الحكومة بمختلف مسمياتها وزير الداخلية أعضاء مقرسة القاعدة الرئاسي رئاسة الوزراء جميعهم يصنفون هذه المعركة في إطار معركة واحدة ضد الحوثيين وضد القاعدة والإرهاب فيما لانتقال الجنوب يسعى أن يتبنى هذه المعركة مفردا ليكون جزءا من العالم وتقديم نفسه كوكيلا عالميا وإقليميا في هذه المعركة ضد الإرهاب وهذه مسألة خطرة عزيزيز المشاهدين يجب أن نطع تحتها خطين عفاش كان يقدم نفسه وكيلا أيضا في هذه المعركة للإمريكان وليس معركة وطنية وكانت المعالضة وأنا أتذكر أتطلق الكثير من البيانات لخلق استراتيجية وطنية شاملة لمواقع هذه التنظيمات فكرية وعسكرية وغيرها لكن كانت السلطة تتعاطى مع هذه المشكلة كفرصة للابتزاز السياسي مع دول الإقليم والعالم وهي لعبة خطرة أودت بإنهيار نظم نفسه في المحصلة الأخيرة أيضا الحوثيين قدموا أنفسهم خلال اكتيح صنعة كمشروع يمكن الاعتماد على الأمريكان وتم الاتفاق أيضا بين الأمريكان والحوثيين في العراق وهناك كثير من الوفاقة التي ظهرت أن هناك اتفاق بين الأمريكيين والحوثيين لمهاجهة القاعدة وبالتالي السمح لهم باكتيح صنعة ومحاوظة البيضاء لمواجهة الإرهابيين كأنهم وكيل للأمريكيين لكن الحوثيين انقلبوا على هذه الاتفاقات وثم انقلبوا أيضا على السلطة ككل وعلى الأمريكان وعلى كل شيء وبالتالي فهذه استراتيجية خطرة ما لم تكن في إطار وطني شامل يتفق حوله الجميع بأن الخارج اللي نقول لأمريكان هم سيستخدمون كل الأطراف في هذه المعركة ومن ثم لا يخدمونهم بشيء وبالتالي فإن كان هناك طرف يراهن على المعركة في الديرهاب لتحقيق مكاسب سياسية من الخارج فأنا أقول أن الأمريكان من أوغد الناس في العالم سيدفعون بك في الواجهة في الاستنزاف تستنزف شبابك وبالتالي فإن الانتقال هو يستنزف أنا أقول هناك معركة حقيقية ولا أقول أنها تمثيلية أو مسرحية في أبيان وبالتالي القاعدة وحتى داعش تنظيمة خطرة والمواجهة معها أيضا مواجهة خطرة وتودي بكثير من الشباب ضحايا لهذه المواجهة فهم لا يكترثون مجرمون بالفعل يعني تفكيرات عن جماسيون سيارات فخخة وتطلب الأمر مواجهة وطنية شاملة مع الإرهاب ومع الحوثيين وأنا أقيد أن تصنيف الأمر في إطار معركة وطنية هو الأقدى والأنفاء ويجب أن يتضافر الجميع في مواجهة مخاطر الحوثيين ومخاطر الإرهاب باعتبار الإرهاب هو عدو للجميع وعدو للإستقرار وعدو للوطن ولن يكون يوم من الأيام عدوا لطرف سياسي دون آخر